بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع لوحدة السادسة عداد الموزنة الاستثمارية مشاكل تقدير التكاليف الخاصة بالمشروع الاستثماري تقدير التكاليف الاستثمارية المبدئية التكاليف الاستثمارية المبدئية أو تكلفة الاستثمار المبدئي اللي هي التطفقات النقدية الخارجة تقسم إلى ثلاث أنواع أولا تكليف ما قبل الإنشاء وهي أتعاب التصميم والبحوث الفنية دراسة الجدوة الاكتشافية وتكليف دراسة الجدوة التفصيلية وتكليف إجراء تجارب بدء التشغيل تكليف مكتبية وتشغيل البيانات تكليف استخراج الرخص هذه هي تكليف ما قبل الإنشاء ثانيا التكليف الاستثمارية التي يترتب عليها الاستحواز على الأصول طويلة الأجل وهي التكليف المقدرة لشراء الأراضي التي سيقام عليها المشروع من ثمن الشراء ومصاريف التسجيل والاستشارات القانونية وتكليف تمهيد الأرض اثنين تكليف المباني والإنشاءات بما فيها تكليف مخازن المياه والتوصيلات الكهربائية حتى يصبح المبنى صالح للاستخدام ثلاثة تكليف الآلات والمعدات بما فيها الضرائب والرسوم الجمهورية إذا كانت مستوردة أربعة تكليف أسطول النقلة اللازم للمشروع للسيارات النقلة خمسة تكليف الأثاث والمعدات المكتبية ستة تكليف الأصول غير الملموسة إلى العلامات التجارية وشهرة مشتراه وبراءة الاختراع وحقوق الامتياز ثالثا التكليف الاستثمارية اللازمة لتوفير القدر المطلوب من رأس المال العامل وهي واحد متوسط الاستثمارات المطلوبة في المغزون من المواد الأولية ومتوسط الاستثمارات المطلوبة في المغزون من الانتاج تحت التشغيل ومتوسط الاستثمارات المطلوبة في المغزون من الانتاج التام الثلاثة دول كلهم متوسط استثمارات في مغزون 4- متوسط الإستثمارات المطلوبة في الحسابات المدينة وأوراق القبض 5- نقضية لمقابلة تكاليف الأجور والإيجار والضرائب وباقي التكاليف خلال فترة التشغيل الأولى